اخوان السلام عليكم حلقة جديدة اليوم سوف نتحدث عن فوائد الفيتامين B للطيار وأيضا اقدم لكم احد منتوج الذي استعملتم شخصيا استعملوه سافة المربين والحمد لله كاملين تشكروا هذا المنتوج كما ترى امامكم هو سيغي B من مختبر لطاك الإسباني هذه هي العلبة التي تكون الداخل 120 ميلي شكلها في حلقة كارتونة الشكلها في حلقة بالنسبة للسيغي B لطاك أولى مجموعة الفيتامين B عندها فوائد كثيرة من الطيار أغلبية المربين تعرفوا بأن هذا الفيتامين نخدمه كأنتيسترس منضب للأرق لكنه عنده فوائد أخرى كثيرة خصوصا في فترة للإنتاج يعني هو مهم نقدمه في فترة للإنتاج إذن سوف ندوم من الأول سيغي B مختبر لطاك الإسباني فهو أنتيسترس عندما يكون الطائر دخلنا في حلقة أو الأرق فمن الأفضل أننا نعطيه هذا الطائر هذا ولكننا نعرفه بأن الطائر مثلا غي يدخل في هذه الحلقة فيمكننا نعطيه قبل مثلا أيضا فترة الإجهاد إجهاد في فترة الإنتاج أو في مرحلة الغيار فمن الأفضل قبل نعطيه بطائرات سيغي B كي نتفادئ هذه المشكلة أيضا هو علاج للخوف إلى طائر تحبيه القفاص خلعوا شيء حيوان أو مثلا خدمنا طائر الموسيقى في الوقت المجهد للطائر يتخلع لنا هذا إما سيجعل بعض الأمراض التي ستكون حاملة لها أو مثلا المشاكل التي توقعوا فيها نزدي الحسون وهو دخول الطائر في غيار الريش الخاطئ أو غيار الريش الغير الطبيعي لما تعرفوش حين واحد يتخلع الريش يبدأ يطيح له الريش وتدع عليه العام الذي تكون المدة هو توجد في الطائرات إذا في هذه الحالة هذه الخوف فنقدمه مجموعة الفيتامين ب وهو سيريب ب لاتاك لكي نعالج طائرات أيضا نحاول الطائر من مكان إلى مكان آخر مثلا نحاول الغرفة فيها الطائرات نبدلها ونضع الطائر ونضعها قبل طائرات نحاول طائرات ونحاول طائرات ونقدم طائرات طائرات ونقلها لكي هدأ من الأعصاب الطيور ونجدهم في مجموعة المشاكين أو لغيار في عمليات تغيير الغرفة أيضا بالنسبة الناس الذين يدرون المعارض أو المسابقات لكي يتفادئوا ونقل الطائر من المنزل إلى مكان المعارض أو التعجيج والزوار الذي يأتي ونرى أيضا قبل أن نضع الطائرات نعطيهم هذه المنتوجة أو أيضا نحاول نعطيهم خمسة أيام الناس الذين يذهبون مثلا السوق تشريط طيور جديدة وتجيبها فهما أيضا معنيين هذا تجيب طائر جديد تبدأ عليه المكان تكون تغيير الحرارة الإضاءة الميضان غذائي وطريق فمن الأفضل أنك تعطيه هذا المنتوج لكي تفايد ظهور أمراض أو وقوع في مشكلة مغيار الخاطئ إذا هنا تكلمنا على المشاكل العصبية سوف ندخله للمشاكل الإنتاج لماذا هذا المنتوج مفيد في فترة الإنتاج فسيغي بي أو المجموعة فيتامين بي التي كانت فيه فهي أولا تحسن عملية وضع البيض عند الإنتاج فغالبية المربين توقعوا في هذا المشكلة هذا إنحصار البيضة اللي هو عنده علاقة الجهاز العصبي الطائع إذا قدمنا هذا المنتوج من قبل من الإنتاج فكنت فدود المشكلة الإنحصار البيضة أيضا هو تنظم عمليات وضع البيض طريقة أخرى هو أن تضع البيض في وقتها نرى المشكلة المشكلة التي توقع فيها مجموعة المربين أن تضع لهم بيضة أو بيضة أو بيضة من النمو داخل البيضة لكن ما تقدرش يهرس هذه البيضة يخرج منها إذن هذا من توجده عنده هذه المجموعة دي الفوائد اللي اذكرناها أيضا هو تحافظ على عدم تغيير الفلورة المعاوية في هذه الحالات دي المشاكين العصابية وأيضا تحافظ على صحة دي الريش باش يبقى الريش دي الطائر قوي كتبقى دي الالوان ديرو زاهية وجميلة بالنسبة ل الطريقة دي الستعمال دي ال سيغي بي من المختبر اللطاق الإسباني فهي حل من جوجات أخرى دي الالطاق سهلة الاستعمال بالنسبة للحجم الصغير نديرو سا دي القطرات 50 مليم دي الماء أو لا 50 جرام دي الباطي بالنسبة للناس اللي كتكون عندهم باطي ناشفة وتيبغيوا فزقوها بشوية دي الماء تغشوها بشوية دي الماء بشترطاب فهم الأفضل يكون مخلط بالفيطامين بالنسبة للناس اللي كتعندهم طيور كبيرة كثيرة عفوا وتيبغيوا استعمالوا 1 كمية كبار تستعملوا 8 مليم من سيغي بي في 1 لتر مينة الماء عدد الأيام بالنسبة لعدد الأيام ففي حالة تقديم من أجل الوقاية يعني كوقاية من ظهور هذه المشاكل فنقدموه لمدة خمسة أيام كما قلت سابقا إلا غدين نبدل المكان دي الطائر من غرفة الغرفة أو لغدين طائر المعادة المسابقة أو لغنشري طائر جديد فنقدموه لمدة خمسة أيام لكن إذا كانت حالة مرادية أي طائر المرض اللي نظ فنقدموه المدة دي العشرة أيام متتالية أيضا إخوان كين سيغي بي بلويسكا ندر عليه فيديو إن شاء الله ونشرح الفوائد دياله بوحدة كين سيغي بي دي اللاتاك وكين سيغي بي بلويسكا بالنسبة للمنتوجات هذا كان خليت الأخي الفيديو عند نقول هذا بالنسبة للمنتوجات هذه اللاتاك قد تعرفوا كاملين بأن أنا أخوكم نجيب هو الموزيع الرسمي دي المختبر اللاتاك إسباني في المغرب وأيضا حتى الناس للأوروبا الحمد لله كانت تعاملوا معهم يعني مخلين نصفتنا الإيطاليا بلجيكا هولندا الماليا الناس في فرنسا كانت تعاملوا معهم الحمد لله يعني في المغرب اللي يريد شيء حاجة مرحبا به هذا المنتوجات سيكون في مدينة الطلبية كازا وكان أيضا الإرسال إلى جميع المدن المغربية إذا كنت في كازا قد تستخدم مباشرة مع الأخ حسين كنت خارج كازا قد تتعلم عنوى ديالك وكان سيفته لك إذن سيغير ب هو هذا الشكل بالنسبة بالطريقة لتستعمل عفوا نسيت مخدم شيء من طريقة تقديم دياله في الماء هذا هو الشكل إخوان سيضع الخمسة ديال القطرة سيضع القطرة سيضع 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 خمسة سيضع سيضع لتغير كما تحتاج لتحرك 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 الرأس يدلق كامل إذا هذا هو المنتج ديالنا هذه الحلقة دياليوم الناس المتابعين على الفيسبوك لا تنسوا لا تنسوا المتابعين في اليوتيوب أيضا لا تنسوا لا تنسوا لدينا في القناة هنا وصلنا لأخر الفيديو السلامة وبركاتي المتابعين